ترجمة نانسي قنقر شو بيكون متل قاعد بعزا؟ الشباب تفاجعوا أنور غالي حر؟ أنا رح انتش الاستعراض مش أنا البطلة؟ طبعاً طبعاً يلا يلا لكان حضرو كل شي وما تسألوني عن المصروف بعد كل هالغياب بدي أعمل مسرحي بومبة وزرية لعيوني ما ترضيها إلا إمبلي زرية بوم بلاش نديم أنت مدير الإنتاج وعتوفر شي على الشباب منا خاطر في استعراضي هالجديد؟ رندل أصمر شو عم تضحكي؟ ناسي أنا أنه عملي هيك مشهد مسرح هيدا عمره تقريباً عشرين سنة هالمسلسل نعم 1990 يمكن بين الخمسة وتسعين وثمانة وتسعين استغرق التليفزيون أكتر من المسرح مثلتي بالعاصفة تهوب مرتين مئة وسبعة وسبعين حلقة من هالمسلسل يمكن أطول مسلسل بتاريخ التليفزيون بلبنان مثلت بنساء في العاصفة أنت راضي عن هالتمثيل؟ العاصفة تهوب مرتين هو كان ظاهرة حقيقةً وهيدا الشيء يعني عم بقوله من بعد خمسة عشر سنة من مرأ المسلسل أول شي نكتب بخمس حلقات وبعدين أتمدد لخمسة وعشرين وبعدين سنين كتب معه معه يعني كان درج التمديد السياسي ما أحدا يعرف ما أحدا يعرف شو راح يصير مع شخصيته إلا ما تطلع الحلقة ويكتبها أستاذ شكري فخوري فاتع المستشفى ما أحدا من الممثلين كان يعرف حتى شكري ما كان بقوله شكري لأنه أصحاب ما كان يعرف شو بدوا يكتب كي بدوا يكتب نقعد مع بعض يصيروا المسلين قالوا بلك هيدا بتحب هيدا وبالك هيداك بيموت وبالك هيداك بيمرض وتصير تجي معه التركيبات ويخترع إلى أن دخل المستشفى وصار يزد الحلقات من الأوضة لتحت لأنه عم بيعمل له علاج ممنوع حدا يفوت له عنده يكتب هو تحت العلاج ويزد الحلقة من غرفة المستشفى على باحث المستشفى يخده مدير الإنتاج روح يصور ويوزع تاني يوم تصوير هاي قصة العاصفة وما هيدا وكله عمل ظاهرة اجتماعية عند الناس وتابعوه يعني أول مرة من زمان كتير بتفضى الطرقات ببيروت ليلة اللي فيه حلقة للعاصفة بس يعني بالدراما اللبنانية التلفزيونية هل كان مرحلة جديدة؟ شو أضاف؟ الموضوع الموضوع المتشاعب يلي فيه نمازج من المجتمع الحديث يلي ما كان حدا كتير يحكي عنه مدير البانك يلي بيخون زوجته مرته الغنية يلي متكلي على البابي وبتقدر تخونه كوب لرجاله مرة بعد 25 سنة بتجي بتقوله أنا بدي بدي طلق يعني هيدا بيزهن الناس بوقتها لليوم بعدهم ما بيتقبلوها مش موجودة بمجتمعنا وبنتها مصاحبة وهي يمكن صاحب صاحب بنتها يعني الناس بتموت بهالقصص من الناس عندنا كتير بكل العالم بتحب القال وقيل فهيدا كان مليان القال وقيل هيدا صار في هيك وهيدا صار فيكم الناس بيموتوا بهالقصص لأنه موجودة بمجتمعهم لأنه بتعكس شيء بمجتمعهم طب البعض بيقول هيدا مشاكل طبقة معينة قليلة طبقة ثرية يمكن بالمجتمع أنا برأيي من وقت لاش الدراما بدها تحصر بتصوير أو ضعوة أزمات هذه الطبقة الثرية من وقت ما بلشت المرة تشتغل بمجتمعنا ويكتر عدد النساء العاملات ما بقت البس السرية اللي بيصير معها قصص لأنه الشغل عطاها ماديا استقلال استقلالية معينة فيها حتى هي تسيطر على الرجل إذا كان هو بلا شغل وإذا هو كسول صارت بقريبة كتير سلطويا من دور الرجل بالبيت لو كان وضع متوسط مش بس سيدة للأغنياء وحتى الفقراء كان فيه نمازج من الفقراء بالعاصفة وبين سقف العاصفة كان فيه نظرة لهالناس اللي المصاري حطتهم بمواقف قلة المصاري حطتهم بمواقف كتير صعبة فكل النمازج الاجتماعية كانت تلاقي حصتة انت شو كنت بدكتورة نوال حبيب القديمة اللي نادر صباخ بترجع بتظهر بحياته بترجع بتظهر بحياته لأنه كانت بلشت تضعف القصة وبدون يرجعوا يقلبوا ويغيروا ويجيبوا ويدخلوا عناصر جديدة أنا كنت منهم فبالسابق أجهضت منه وما خبرته قد ما كانت زعلانة منه وما أبع معها لأنه اكتشفت يمكن أنه متزوج أو أنه شي هيك يعني داحك عليها من جملة اللي داحك عليه النادر صباخ بحياته بس الطريفة اللي لازم قوله هلقد قريب من الناس هالمسلسل أنه فيه شخص مرة دقله للكاتب شكري فخوري صوب الحلقة مية وصل له وصل له منان بتعرف قصتي هالقد أنه هو مثل نادر صباخ كنت تعرف شو عم بيصير معي فيكون يعني عم بيتوهم أنه هالقد الشخصية بتشبهه أو بيتمنى تشبهه وما بيمنع أنه أكيد في هكذا شخصية هالقد الكاتب غاص بشو ممكن هالإنسان يعمل أنه يقول له شو عرفك أنا شو عم بعمل يفكر أنه عم بينقول عنه نعم طيب طيب ليش قلتي للتلفزيون صناعة سريعة إما بيلحق الممثل وبيبرق بيدوي أو لا شو كنت عم تقصده عم بقصد أنه أنه أنت ملحقتيا ما ضويت تلفزيونيا وبقيتي امرأة مسرح وأحدى سيدات المسرح النادرات والقليلات في العالم العربي هلأ شفنا مشهد من مسلسل سنت التسعين يعني أنا أول من لعبوا بطولات من كتابات الاستاذ شكري أنيس فخوري وإخراج ميلاد الهاشم ياللي اشتغلوا كثير كثير سوا وهن ياللي عملوا العاصفة مرتين من هيداك الوقت أنا وقبل هيدا كمان مثل مسلسل مذنبون ولكن كان بعد الحرب موجودة وكان أول مسلسل بشتغلوه سوا شكري وميلاد بس مع مرور الزمن ومع نهاية الحرب وهالشي عفوا تلفزيونات بطلت تسخى على الإنتاج وقتها دخل الدبلجة الدبلجة وقتل ما بيقدروا يسخوا على إنتاج ما بيقدروا يجيبوا كاتب كبير وأسماء ممثلين كبار ومخرج كبير صار فيه ركود شوي إلى أن يعني مش أنا بس بس فيه ممثلات يعني عملوا مهنة بالمسرع عفوا بالتلفزيون من بعد هذيك الفترة مش قبل الأربعة وتسعين مش قبل الأربعة وتسعين مش قبل العاصفة إنت ليش ما كملت تلفزيون يعني بس سناء هيك بس سلسلات مقاية أول شي أنا يا بيقولوا صغيرة على الدور يا بيقولوا كبيرة على الدور يا بيقولوا لا هيدا مش من مقام شغلة عند أهم من أنه نعطيها دور هالقدة بسيط يا بيقولوا سعرها غالي يا بيقولوا منا قادرة أوقات كتير كانوا يخبروا خسر مشين سينما لا رندها مرتبطة يعني كمان في هالأجواء الحزازات ياللي الناس بتزيح غيرها من الطريق لأنه لتاخد هي الحصة بدون ما نسمى حدا بس هاي أنا صالت كتير معا صارت أنه ممثلات يقولوا رندها مرتبطة أو ممثلين تجيبوا ممثلات أخريات طبعاً في طبخات بتصير أنا مرة كان معي بطولة مسلسل وعم بحفظوا بيدقوا لي بقولوا لي حرام عم بيبكي الكاتب بدوا فلانة تلعبوا بتقولوا نخدوه هو والكاتب وكلو خدوه طب ما بيقولوا مثلاً بدها تتوح واجيب بدها تغير منخارة هلأ جت مرحلة العمليات التجميل ياللي المنخار ياسوا معين ياللي الخدود نفختهم معينة الشفاف نفختهم معينة الاكستنشن ياللي موجودة هيدولي كلهم صاروا مأييس لا تقدر واحدة تاخد دور أساسي بمسلسل نعم أنا بحياته مش هاركن والمأييس طبعاً حلو كتير إنسان يكون جميل بس هيدا ما بيكفي أنت عملت عمليات تجميل؟ أنا الحمد الله لا بيهتم بحالي فيه طبيب جلد بيتابعني بياخد الفيتامينات ياللي لازمة بجرب رأي حالي بس أنا مدخنة يعني شو ما عملت بدي ما كتير بيخدمني اللي بيدخن ما فيه يعمل عمليات تجميل بدي يوقف بتاتاً بدي كلياً؟ أو بيخفف شوي لا لا بدي يوقف بتاتاً طالما بتشوفوا السجارة بإيدي عرفوا أنه ما عملت بعد بس هيدا كنت عم تحكي عن الشباب وأهمية الاهتمام فيهم هيدا الكلام أنا برأيي مش منيح للشباب براندا أسمر أنا من جيل آخر أنا من جيل عش تجربة أخرى بلاي دا تكن تنقلوا هاللوثة إلى الشباب أنا أول سجارة حملتها كان فيه قصف شديد 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 على منطقته وضيفوني سجارة وقالوا لي هيدا بتروي لأنه كنت بحالة رعب شديدة وهيك بلشت نحنا بغير زمن ما أجد فرص لتوقفي ما خلصت الحرب طالت كتير هيدا خبرك هالقصة صرت قبل تسع سنين ما تخلص الحرب طيب بعد الاستراحة ليش قلتلي أنا ما بطلبه ما بصحف وهل هالشي كان مطلوب منك للعمل بالتليفزيون وبالمسرح وأسئل أخرى بتنضم إليك في أقسام لاحقة صديقتك الممثلة سينتيا كرام مشاهدين الكرام سوف نعود اشتركوا في القناة لقنات بالأسطور طالت كرام الصراط طالت كرامة طالت كرامة طالت كرامة طالت كرامة طالت كرامة جميعًا أسانطا اشتاقنا الروزة تحنيه في ايدينا بلو قلت لما بينطفل الضوء مع عباغل مثلك مثل خيك مثل بيك وبينام عبطي خيالك 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 فتصير انت وانت وانت خيالك بردان فتنامسة حلال من غوصة رندل أصبر دور لا ينساه جمهور المسرح اللبناني والعربي بقرطاج ببغداد حيث ما عرضت ببيروت طبعا أنت في دور مومس السجن يلي بالأخير تتحرر لما بيحبها الشاعر وبيحررها من أزماتها ومن عقادها بنرجع للتلفزيون لو سمحتي لنا ليش قلتيلي أنا ما ببيع نفسي وما بتنازل لا أنا ما بقول هالكلمة ما بقول ما ببيع ما بطلب ما بزحف ما بترجع ايه مظمو تأثرت أنا بالدورة أنا كانت بعدني بالجامعة بعدني طالبة يعني ركضوا كلهم عن التلفزيون لحتى كان فيه مسلسل اسمه بطولة ميراي معلوف سيت شو اسمه شي 82 يعني كان بعضنا صغير شباب 82 شباب 82 انه ترعين كلهم قد تمسوا بالكاتب التلفزيون الكبير أنتوان غندور طبعا منوجه له كمان التحية واخراج ميلاد الهاشم وميلاد له فضل فعلا انه كان ينقى دايما طلاب من الجامعة من يلي عم بيتخصصوا تمثيل نعم بيلاقي أنه بالقليلة عندهم فكرة عن المهنة أكتر من يلي ما عنده فكرة ما بيعزبوا قدهن ووقتا هو قال لي في عندك مشكلة تمك كبير فأنا انصدمت أنه شو بعمل أنه تمك كبير أنه كيف فيني أعمل هلأ بيقولوا لي وين نف ختمك فمن بعدها مش بكتير أخدني على مسلسل يلي هو مزنبون ولكن وذكرته بالقصة قلت له بتتذكر لما قلت له هيك قال لي لا طبعا التمثيل أكتر من هيك بكتير يعني أكتر من أنه شكل هيدا الشي علم فيه كتير وبعدين اكتشفت أنه في ناس بتعرف أنه في حدا عم بيكتب بتصير تزوره بتصير تتلفن له بتعرف أنه حدا عنده مشروع أخرج بتعزموا على العشا بتعزموا على غدا كمانا بيسيروا بيهتموا هي هيك شوي بتصير بالشمشة ما أنه وين فيه شغل بتنروح نسير أنا ما بقدر أعمل هيك لأنه أنا اللي بده ياخدني يختارني بيعرفني يعني ما فيه زوم بس عم بتقولي حكي يعني أن إحنا بنسمعه هيك بالكواليس أو لا لا بس أنك أنت تقولي وعلى التلفزيون يعني أنت متأكدة أنه بيصير أنت بتعرفي ناس تصرف بها نجمات تلفزيون اليوم تصرفوا بها الطريقة لحد اليوم بيصير هالشي هي بتصير قصة علاقات أكتر يعني وبيصير الاقتناع بالكاست من ورا العلاقة أكتر من أنه هيت لنشوف فعلا مين لهالدور عم تتهمي المخريبين المنتجين تلفزيونيين اللبنانيين وكتاب السيناريو البعض منهم مش كلهم البعض منهم وبعض المنتجين طبعا مش كلهم بس البعض منهم طبعا هيك بيصير وبيتصفى أنه ما هيدا نحنا وياه في وحدة حال وماشي الحال وقريبة علينا ليش تنفتش لبعيد من هيك بتلاقي نفس الناس بنفس المسلسلات مش لأنه نجحت بمسلسل قبل يعني شركة إنتاج والتلفزيون بيفضلوا أنه تكون هي لأنه صارت اسم بيجيب إعلانات في هالشي بس قليل ما هالشي يصير نحنا ببلد قدما نجحت وقدما عطيت براهين هيدا لا يعني أنه أنت مميز عن غيرك ممكن يجي حدا مثل ما كنا عم نحكي بس أسباب العلاقات العامة والجنس يعني أو في أسباب طائفية في أسباب علاقات عامة أكيد الشكل واللي حكينا عنه يلي لهون يلي ما عندها مشكلة بهالأمور هيدا إذا الدور بيتطلب شو المشكلة مش دايما لأنه الدور بيتطلب يعني في مش من زمان ممثلة لعبة الدور بالصحرة تاريخي من من مدرة كم سنة شي ستمائة سنة حتى رموش عيارة ثلاثين حلقة حتى رموش عيارة ومبينين رموش عيارة قامتة كان في وقت رموش عيارة ومش الحال وضلت حطتهم ثلاثين حلقة أنه في أشياء غير مقبولة يعني هيدا معيار الجمال سمح لها من المنتج والمخرج والكاتب تعملها أنه هي البطلية حق لها بغض النظر عن إذا في مبررات يعني العصر وبتصير الشغلة هلا بس تصير الشغلة بهيد الأجواء بتصير بتعد للعشرة أنت إذا بدك تفوت على هالجولة شو رأيك بمعزل يعني عن هالكلام عن أسماء برزت بالتلفزيون بالفترة الأخيرة سيرين عبد النور سيرين صبية ممتازة ومن أحلى أخلاق من بين الصبايا يلي هلأ عم يشتغلوا بس سيرين هي قيلتلي بشكل كتير عفوي كنا عم نعمل حلقة سوا وهي بنتي قالتلي أنا جيت طارقة على هالمهنة وأنا هيدا شي كتير بحترمه فيها بس قالتليك هلأ إذا بتعتبر حالة ممثلة أو لا هلأ ما بعرف أنا بس بمجرد ما تقول هالجملة أنه أنا جيت بالغلط على هالمهنة نعم يعني بنت عارفة حدودها عارفة قدرتها وبتشتغل محترفة بالشغل ما بتعذب مش جاية تتفلسف أنه هي بطلي ولا مرة سيرين كان عندها هيك تصرف أنا من هيك بحترمها كتير ورد الخال ورد الخال بعرفها كانت ولد زغطورة أنا بعرف أهله يعني المرحوم يوسف وإمه نعم ودايما إما بس شوفني بتقول لي أنا بإلا لو ورد ليك رندق شوفي رندق بصير بضحك أنا ورد كمانا شقت طريقة اجت من غير عالم كانت عم تدرس ماركتينج وكانت كمانا استاذ ميلاد هاشم لمحها وأخدها تلعب دور بالعاصفة نعم ونجحت بالعاصفة وكفت وصارت مطلوبة ريتا برسونة بنتك بمسلسل قيس وليلة بنتي بمسلسل قيس وليلة ريتا كان أول لقاء أنا لقلي معها لأن هي بتشتغل نوع معين وأنا بشتغل نوع آخر ولا مرة لتقينا بالتليفزيون فكانت أول مرة منلتقي وكان كثير قليل أكيد كان الشغل لذيذ وبكل احترام وبكل جدية ولكن ولكن أنا للأسف ما كنت شيفتها بأشي قبل يعني أنا دائما بحب أعرف الناس اللي عم بشتغل معهم كيف إني قديش المقدرة بس الكاست كان هالقدي حلو والمخرج سامير حبشي أنا ولا مرة بقول لا لما بيطلب مني أشتغل معه والمنتج مروان حداد كان عارف كتير منيح شو عم بيصير ومسلسل طويل فكله مش كتير منيح مجمانة شوي لا لا أنا ما بندم على الشي بربعية جبران كنت بدور باربرا يونج حبيتها الدور بس بعد عند ثلاثين سنة طبعا هي شخصية كتير لذيذة هي اللي رافقت جبران آخر 11 سنة من حياته كانت سكرتيرته الخاصة وتدون كل شي ويمكن انغرمت فيه ويمكن لا ما منعرف بس هي اللي اكتشفت موته هي اللي اجيت لعنده ولقيته بالفرشي عم بيموت بعد الاستراحة كيف تنظرين إلى المخرج جواد الأسد يعطاك الخادمتان بس ما بعرف اليوم كي بتشوفيها وليش بقوله مونير أبو الدبس في مسرحية أديب الملك المثلتي فيها أعلن وفاة المسرح اللبناني بالمهرجانات اللبنانية مشاهدين الكرام سوفنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سينتيا كرام أهلا وسهلا فيك بحلقة راندا الأسمر راندا شو كنت عم بتقولي عن سينتيا كنت عم بقلك مش هيني هلأ بهالدور بفيلم قصير لخريج أحد معاهد الفنون شو قلتي لي؟ بمسرحية حضارة يا الله هيدا شهادة هيدا أكثر بكير نعم أهلا وسهلا فيك سينتيا أنت خريجت معاهد الفنون بالجامعة اللبنانية متل راندا البداية كممثلة بالتليفزيون بأحلى عالم شو بده يصير أنت الحكم ولا يمل لناص رفقه بإنتاج لي مهرجانات بعلبك قدم بقصر الأونسكو ببيروت رقصت بالمسرعية الغنائية أيام رباعيات الخيام مثلتي كمان برفقة راندا متل ما قلنا بحضارة العام 2003 نفست ببرنامج ستار أكاديمي ووصلت للختام هالشي رجعك على التليفزيون ولكن كمقدمة برامج على شاشة الآن جاهزة للجازة جاهزة؟ أنا ما بعرف عزيزتي أنت أيضا مغنية مغنية الكبار باللغتين الفرنسية والإنجليزية كياف و أزنافور و لابريل و بيكو وغيرهم فيه عارف شوي عن هالدور بهالفيلم الأصير؟ هيدا دور بنت خرصة بتروح تتعمل كاستنج هيك حلمة دايما أنه كانت تتمثل وبتلتقى بشاب يلي عنده هيدا الشركة لذلك يصبح يجرب إلى دعايات مش موجودة لأنه حب كثير حب كيفية و من كاستنج لكاستنج ما بتوصل لمطرح لحين ما يجي نهار و يجي بروديو مضبوط و يطلبوا منه أنه تكون هالبنت رخيصة اللي عادة الكليون بيطلبوها الزباين بيطلبوها بقى وقف كل شي و قالوا لا أخذوا هيدك هيدك أحسن هيدك خرصة شو بتكون فيها وبقى هي بتنصدم لأنه ما فيهمت شو صار بعدين وقت تشوف دعاي بتفهم أنه لا يحميها لا يحميها ما راندا؟ هيدا يجاوب شوية على اللي كنت عم بتقوليه بالقسم السابق راندا الأسمر سينتيا مسلت العام 2008 بمسلسل ثقف العالم للمخرج نجدة أنزور كانت بدور الجارية شفت هالحلقة حتى الفنيتلك قالتلك شو فيني مثلا سينتيا كتير تستحي خجولي وخاصة بيتعاطيها معي بس يمكن هيدا الدور يلي قلتلك روحي عمليه بدون المسل كنت كنت أنا مشغولي بدون ياني وقالوا ميم تقترحي وقترحت سينتيا وبعد ووقتها كنت أنا دايما بقعت الهمة لأنه لأنه بتستحي ولأنه سينتيا ما بتطحيش رجعت قالتلي كتير مبسطيت إنه حبيت كتير الخبرة دايما عفاق بستشير هل جرأت على الدور يعني بكل أبعاده دور الجارية؟ ليش لا بس بالنهاية هو حتى لو أنا جارية بس أنا نحنا عم نعمل البروغرام كان وبدو ينعرض برمضان بدنا ننتبه كمان على أنه كان جارية بس مش أنه نفوت على الآخر بالأشياء مش ضروري مرات فيه رمزية كتير بتوصل بتوصل وصلت بظنك يعني مع الأمير صديقنا جهاد الأندري لما بيفوت لعندك منشوفكم هايك أشبه بخيار الظل مزبوط يعني هل ترميز كان كافي بظنك أو بسبب الشهر الفضيل يعني وأنعكاز ذلك على حريط الدراما بزيادة أنه بيسموني الجارية مش ضروري كل شي تفرجيهم للناس ويدسوا يعني هيدا الجمال بالمسرح بس هيدا بتواف إيراندا؟ ايه في مخارج تلفزيونية هيدا اللي كنا عم نحكي عنه يلي فيها الجمالية أهم من الفعل المباشر أنه نشوفه بشكل مباشر نلاقي مخرج نفرجي بطريقة جمالية فنية طيب قلتي لي سينتيا كرم خلال تحضير إذا أريد أن أشحل سيرة المهنية لا أخذ إلى مسرحيتين حضارة والنشيد والمعرندا الأسمر إضافة لستار أكاديمي يعني لا يملوا أحلى عالم وشو بدوا يصير وأنت الحكم بتشليون ما أنك سأليني عنهم هؤدي برامج يعني وصلوك للناس كمان بس زيادة هاي دولة كمان برامج كمان علموني كنت بعدني كتير صغيرة وكنت بعد ما بعرف شي وكنت بعد بأول أيام جمعتني يعني أكيد كتير تعلمت منهم بس بالآخر مثلا وقتها تشوف أنك اشتغلت مسرح مع جابريال يمين ومع رندا الأسمر أنا بقول لك هاي دولة نشان على صدري بيقدي بيقدي أقول أني شاغلي مع رندا أسمر و جابريال يمين أنت حتى أقول أني أنا ماشي صح وأمامتهم ماشي على خطة هالناس يعني بالنسبة لهالشي كتير كبير يعني هذا المسرح أهم من ما قدمته في التلفزيون مش مش ضروري أهم نحنا هلأ ما بحب أعمل هيدا أنت عملتيا من تلقائك يعني أنت حبيتيا أقول قلتلك زبشيلة لأنه بزيادة أنك تقول هيك تيعرفوا شو صيرتك بس هيدا شي وهيدا شي رندا مشاك أصدا يمكن في لقاءات أهم من لقاءات أخرى يعني حتى بالتلفزيون فيك تعمل لقاء عظيمي المسلسل مثلا يلي عملتهم أخرج نجدة أنزور مش عم نقول أنه هو أعظم بكتير من المخرجين يلي عنا بس هاللقاء هي حسة أنه عطاها غنى مثلا غير يلي عطيها أي برامج ألعاب أو برامج أنيميشن بالمسرح فيه هيدا الغطسة يلي فيه أول شي غطستيها الغطسة مش عارف كي بدأت تطلع منها لا لا فيه حياة يومية بالمسرح مش موجودة بغير محل بتبلش هالحياة من أنك تلقط المكنسي وتكنس الخشبة إلى الزئيف يلي بكيفوك فيه الناس أمام عمل بيحسوا أنه صعب كتير غيرك يقدروا يعملوا هيدا هيدا شغل المسرح أنك تقدم شيء أنت يعني التلفزيون صار أكاديمي يرجعك على التلفزيون بس كان مقدمة برامج ببرنامجين واحد منهم جاهزة للجازة بتقدم فيه فقرة لعبة الطبخ ليش يعني للشغل؟ أو شو؟ كنت مستضيفتنا يا مونيك بسيلا زعرور على برنامجة هي الطبخ وشافونا قديش كنت عن جد مش دريانة شيء بالمطبخ أبدا بقى أحبوا هالعفوية اللي كانت بالمطبخ وأنه عن جد كنت عم منصدم بكل شغلة حتى تجاجة معرفتها كيف تكرت تجاجة؟ أنا ما كنت أنا بعرف تجاجة لا لا بس أنا بعرف تجاجة اللي بتبرم هيك شكلها لأنه ما فيها راس وأنجة فيها أجرين وإيدين بس ما بعرفها كاريات طلعت شيش طوق ما بعرف شطوق بعملوها كاري إنه كثير علي كانت بقى وقت عملت هذا الكومنت كان كثير بيدحك وقتها لأنه ما بتعرفي شي بالطبخ جبوكة تقدمي فقرة في الطبخ يا ربي وأنا أكره علي برامج الطبخ وبرامج الأكل يعني ماكسيمم إذا ما في حدا يعمل لي صاندويش لبن ما بيكل سينتيا كرم يعني قبل ما تقدرين شو هالحلقة بمن خارك فارضيون إياها للناس هاي دي الحلقة الفارغة من حياتي يا قولك مالجوال فيلا معنى كتير بحياتيك إلا معنى ولا معنى بس عطيتها معنى لأنه أنا معك هلق هون يعني مخيني ما أعطيها معك ما حدا بحط شي هوني ما بدي سميه بروم شويلة يشوفوها عم بقلي النبي مش عم بشوفوه ما حدا بحط هك شي بمن خارك بدون سبب برومي بعد مثل كل الحلقات ليش المرة بتحط حلقه هون بحط حلقه هون بحط حلقه هون ما بتفرؤ يعني هي بس للا لأنه بالدينة كمانا مش بالمطرح العالي في بالدينة هون مش بالمطرح الكلاسيكي كذب يسمعنا مش ما عم بيخدوها ما عم بيلحقوا يخدوها ما عم بيلحقوا هيدا ابتكار هيدا ابتكار وضع الحلقه بأماكن مختلفة ممكن تعملي هيك شي راندا أنا أنجا أحط مطرح ما لازم الحلقه ليش؟ لأنه أنا على جسمك مختلفة أنا التاتو والبيرسينج وكل هالأمور بلقيها يعني في مشاكل كفية أنه نتشقف ويقصونا الحكمة من وراء أحداث بتصرنا أو من وراء أمراض ما في لزوم نحن نخترع مصايد على كل حال شو هالشطو براندا هوني على الكتف؟ هيدا الوقع الشهيرة وقت في فالا ديفا عن المسرح وقعا عن المسرح تليتك صورة بالكتف وعملية مع ستة براغة وهي ديم هذا ما تبقى يعني بيرسينج منك وفيك عندها بيرسينجات أكتر مني قالك ميشيل أبو سليمان هالشطب عنده إياه ماريو باسيل كمان ميلة اليمين يبدو سينتيا كرام قبل ما تغادرينها أنا مصر اسمع شي بصوتك لأنه راندا بتحب صوتك كتير أكيد وكل يلي تابعوك بيستار أكاديمي ورح غني هالغني لاراندا كمان لأنه كم جو سي اقوتي دال جووالا بيان روز لسكني حدا بتشوف الحياة وردية يا الله إن شاء الله يكونوا رجال كمان أكيد 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 ليس صحيح. ما كان هناك. كان كمشي بس ما كان هناك. آمنة. بالستينات؟ بالسبعينات. لا نص السبعينات. يوم كنت بعدك صغيرة. كان لك أمال وأحلام وأوهام. صبي صبا ما بيشوفوا مني. صبي لما تكتغير العالم. بعدها هاي كان دارش يوم. ليس مزبوط. البلد كانت عم تطول. كانت مثل عرص وماشي. كل شي مزموط. مقبول. ما في حواجز. عشاير. أباير. طوايف. ما في شي. البلد فيه. والدليل للنوع. ما فيه دليل. ما فيه دليل. كل المنفيين. المنتقضين. الشعر اللي يجبع عنه. لديفا رندل أسمر في مسرحية نبيل الأزن. فيفا لديفا نص. هدى بركات. الستينات كانت مسؤولة عن الحرب. طبعا. سقافة الستينات. آه سقافة الستينات. لا حرام. ما كان معهم. كانوا مبسوطين. أعم تحكي. سقافة. مش مثقفية الستينات. يعني حرب لبنان العام ٧٥ لإستمرت ١٥ سنة. فقط بسبب لعبة إقليمية طورتت فيها الطبقة السياسية. أو أنه بسقافتنا في شي. ما قضي على الطائفية الموجودة عند الناس. ما قضي على القبلية. ما قضي على الفساد الموجود. لليوم. لليوم ٢٠٠٠. سقافة مسؤولة أيضا عن الحرب. مثل ما السياسيين واللعبة الدولية والإقليمية مسؤولة. طبعا. طبعا. نحن بعدنا عايشين بمجتمع في تعصب دين كبير. في إجرام كثير. في أنون غير لا يمارس. في حقوق غير موجودة. لهلأ في مشاكل كبيرة بحياة الناس اليومية. نحن بالألفين وعشرة. الكهرباء بتنقطع ثلاث ساعات بالنهار. بكل أماكن. المي بتنقطع. ما في ضمان اجتماعي. ما في تعليم مجاني بمستوى عالي. هذا كله بده إعادة نظر. وهذا التفات فيفا لا ديفا. من وقته لهلأ. جبران من مئة سنة قال. قالوا لي شو رح يكون لبنان بعد مئة سنة. يعني وبعدنا ما عم نفكر. ما عم نروح لنفكر ببكرة كله. هلأ. المهم نحل القصة هلأ. نعم. مؤقت. رندا أسمر. نبيل الأذن أو الأظن. كان ضيفنا وكان قاعد محليك. أنت وياه في كيميا خاصة. أكثر من عمل منذ 2001. مسلتي بسعلة بالشمال 2002 يمكن. عقد هلان اللي لعبت بفرنسا ثلاث سنين. برمته كل فرنسا. ببعلبك قدمته مسرحية الكبير جورج الشحادي. مهاجر بريسبان. وفيفا لا ديفا. شو لاش نبيل الأذن؟ شو بيلاقي فيك وشو بتلاقي فيه؟ أنا بلاقي فيه أول شيء المخرج ياللي متطلع كتير على الحركة المسرحية الحديثة بأوروبا حاليا بفرنسا. لأنه عايش هونيك. أي. وشيء تاني بيقرأ كتير مسرح. يعني. وبيعرف يقرأ نص مسرحي. عنده رأي بيحترمه أنا إذا هالنص بينعمل أو ما بينعمل. لأنه بتبلش أنت بالنص هل يحرز العناق أنك تتناول هالنص رح يوسطك ده محل؟ أما بلاها. عدا عن ذلك هو هادئ. يعني طباعه هادئة. يعني تجي على مكان مثل لبنان في هالتخبط الكبير. خاصة بعالم تنفيذ عمل مسرحي. بيدال هو محافظ على أعصابه. بيدال رايق مع الناس. بيدال يتعطى معهم بلايئة. وبيدال حاطة قدام عينيه أنه أهم شيء النتيجة. ما بيفوت بالتفاصيل المزعجة. ومش نهيك لما صر لي الحادث. أنا أكيد لو كان يمكن حداً تاني ما كانت تحمل الحادث. كان استغنى عنك. لا أعطي عن المسرح. كسرت حاليك. ما كان نطرس شهر ونصف شهرين لحتى تشفي. مش بالضرورة غيره يكون عامل هيك. بس الطريقة اللي أخذ فيها الموضوع. يعني بدل ما يصير فيه تعصيب وتوتر. وأنه يي وكيف. لأ ساعة ديت أنه تمر الشغلة بأخفز. وهو شو بيشوف فيك؟ هو بيشوف فيي لولا بالحركة ببيروت. يلي بتعرف كل الناس. يلي بعرف الصحافة. يلي بعرف. خليني أقول أنك بأكثر من عمل لعبة تدور المنتج المسرحي. وأحيانا المنتج المسرحي المنفذ. هي مهنة تكاد تكون يعني غير موجودة أو نادرة. بالمسرح اللبناني والعربي. مظبوط هالكلام؟ مظبوط لأنه كتير قليل ليكون الفنان هو نفسه عم يشتغل إنتاج. جيدة ما بيجوز. هو شغلته يشتغل فن بس. نعم. بس بلبنان اكتشفت باكرة أنه إذا بدي استمر. وإذا بدي كفي أعمل مسرح. بدي فكر بي. يعني بدي استلم الأمور كلها من الألاف لليه. من اختيار الناس اللي بدون يشتغل معهم. للرأي اللي عندي بالنص وأحيانا الترجمة طبعا الناس. لأنه لقي ناس تكون مستعدة تكون راعية وسبنصر. للعمل اللي يكون معي شيء قدر بلش فيه. لأنه من أول ما تبلش بدك تنسخ النص لتقري لحدا حقه ما صاري النسخ. ولا الإعلام للإعلان للجمهور. لأخر يوم عرض. سيدة مسرح مش بس كمومستري. سيدة مسرح من الطقطة للسلام عليكم. مضطرين. أنا يعني ما بدت انتهى الحلقة بدون ما شوفك بالخدمتان ومع الكبيرة. روني ديك طبعا كانت معكم السيدة جوليا أصار أيضا. ونشوف هالمشهد ونكون اقتربنا من ختام حلقتي كراندا. تحيات إيلون ولجواد الأسدي. أدوا صبيتان مع هادلات حبان اللعب ولا تضحكا. فيما بعد سأترك لنا كل ما أملوك. ثيابي ومعاطفي وفرائي وفراشي وفرشاد أستان. يا فرشاد سيدة. أنا سيدة. أنا سيدة. أنا سيدة. أنا سيدة. أنا سيدة. ما الذي رفعت سماعة الهادف؟ هل تصل بأحد؟ أنا رفعت سماعة الهادف. عندما اتصل. السيد. السيد سيد سيد سيد. سيد سيد. خرج خرج هنا السجن. كنا نريد أن نتماشئ السيدة. إنه ينتظرك في المطهب. رندا أسمر. يعني حبينا نعمل تحية لرونيديك. الممثل الكبير بها المشهد. بالدقيقة الأخيرة. الخادمتان بالأواصل التسعينيات. مسألت لك عوضة إلى المسرح. شو أعطيتك هالمسرحية؟ بالدقيقة ما في نقول. ما توخزوني. هلأ منرجع. بس سيدة عمل كثير كثير بفتخر فيه. كثير سعيدة أنا الإقبال اللي لقيها العمل. أنا دائما عندي رهان إنه نرجع الناس على المسرح. ونخلل الناس يروحوا على المسرح. وننسيهم أعمال السيئة. يلي أوقات بيقعوا علي وبيشوفوها. وبتبعدهم عشر سنين عن المسرح. فهيدا عمل رد الناس بشكل كثير 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 على المسرح. ومنهم يجوا ثلاث مرات وأربع مرات. بس سؤال أخير وبدأ جواب قصير. هل كانت مسرحية أوديب الملك للمخرج مونير أبو دبس إعلان وفاة؟ مش بس للمسرح التقوصي اللي مثلوا مونير أبو دبس. وإنما كأنه سبب امتناع المهرجانات اللبنانية عن استقبال العروض المسرحية؟ هو مكلف جدا والمنتجين بيعرفوا أنه إنتاج عمل مسرحي لا يرد حقه. لأنه بعرف بفهم إنتاج فيني أحكي. بعرضين وبليلتين بمهرجين. لازم يكون فيه كثير دقة بالخيار مهرجانية بعلبك من بعدها. عطيت فرصة لمهاجر بريسبان يلي عبّى على الليلتين كان مليان المكان. وبرضو قالوا أنه فيه خسارة. لكن يجب أن يحسب بمشاركة بين سياسة الدولة الثقافية. أنه ما يموت المسرح في لبنان. وخاصة يكون موجود على مدار السنة. ليس هكذا يكون طارق المسرح على الحياة الثقافية ببيروت. وحقيقة ما علي نضحي شوي بدون مطعمين بالنائس. ونعطي المسرح شوي حيز أخر. صرخة من رندل أسمر إلى الدولة اللبنانية. رندل أسمر قلتي للتمثيل مهنة مؤلمة. بعض الممثلين بيرضوا يتحملوا الوجع. اللي بيحملوا الدور هنا وعم يتقمصوا شخصية. أنا بعرف قديش من الألام تحملتي. شكرا لك لتشريفك. شكرا لحضورك القوي في المسرح اللبناني والعربي. يعني بدي كلمة أخيرة بعشر ثواني بس. بالعشر ثواني أنا المسرح رحت عليه أكتر. لأنه أهون شيء قدر أعمله. الممثل ما عنده فرص يعمل الشيء اللي بيحبه. فبس يقال أنه أنا ممثلة مسرح أولا أرفض هذا القول. أنا ممثلة تلفزيون وسينما ومسرح. شكرا لتشريفك إلى قريب جدا. اكتبوا إلينا تعليقاتكم وآرائكم إلى قريب جدا. آت الحرة دوت كوم. إلى اللقاء الأسبوع المقبل. وتصبحون على ألف خير. اشتركوا في القناة